اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقدر تروح وتسمعها وتدمج ما بين التوقعات اللي بنذكرها الان واللي لتطالع وتطلع بالاشي اللي فيه توقعاتك انت كشخص طبعا بالنسبة للقمر من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بكون موجود في الجوزاء فعشان هيك بتكو تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق بتكو تنتبهوا لصحتكم بشكل كبير حاذروا من التراجع الصحي لا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون اكثر تنظيم واحسن ادارة شؤونك اتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان فعشان هيك بالفترة هاي بنصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية اللي لها علاقة بالازواج ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة متوترة لان القمر مقابلك مباشرة وفي كسوف كمان فاكيد بدو يكون في ضغط على طاقتك بشكل كبير ممكن تتورط في ازم ما بالفترة هاي بسبب يعني اما انك بتكون مش امركز مظبوط او امور الها علاقة بالتسرع ممكن تضطر للابطاء في مسار الامور والخطوات او تغيير نمط معين لا بأس في ذلك ولكن بدك تركز بشكل جيد لا توجه انتقاد للاشخاص اللي حواليك من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود في الاسد بتعيد وتنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على تسوية اللي انت كنت تحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة عالج الشؤون العائلية والمهمة من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود في العذراء بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او اوراق السفر او معاملات سفر والاتصالات خصوصا الاتصالات البعيدة كونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن المفتوحة او الشوارع المفتوحة اندفاعك وحماسك ممكن يترك اجمل الانطباعات عنك سواء في حيويتك الفائضة او على نشاطك وسرعة بديتك ممكن تطمئن خواطرك وتختفي هواجسك بالفترة هاي يعني الفترة هاي فيها ايجابية بشكل كبير اهم شي انك ما تضيع عليك الفرص هيك منكون انتهينا من توقعتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء